اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منها باهمية تحقيق اهداف التنمية من خلال مساعدة الشعوب في جميع انحاء العالم على المشاركة في الالعاب الرياضية وغيرها من الانشطة البدنية في سبيل تحقيق التقدم والتغيير المستدامين موضحا سموه ان الرياضة لها من القدرات ما يساعد على تنمية امكانات الافراد والمجتمعات والدول وهي محرك يساعد على تذليل الحواجز التي تفرق بين الجنسين وبإمكانها ان تعزز التقارب والسلام بين الشعوب وعبر سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ثقته الكبيرة في تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر والذي يقام للمرة الاولى على مستوى المملكة من خلال ما يضمه من اوراق عمل واستضافة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وتنظيم عدة جلسات تتناول سلسلة من المواضيع التي تعالج دور الرياضة في التنمية المستدامة كما اعرب سموه عن ثقته الكبيرة في قدرة وزارة شؤون الشباب والرياضة على تنظيم المؤتمر بصورة ناجحة ومتميزة لما اتمتع به من خبرة واسعة في مجال سضافة المؤتمرات الشبابية والرياضية التي حصدت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية متمنيا ان يخرج المؤتمر بافضل التوصيات التي تثري مسيرة الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة وبما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الامم المتحدة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر